بالنسبة للسجدة في القرآن الكريم السجدة في القرآن الكريم مستحبة على رأي الجمهور شافعية المالكية الحنابلة وواجبة على رأي الحنفية والأوراعة والخروج من الخلاف أننا نسجد إذا قرأنا آية السجدة أما إذا سمعناها من رجل رجل سمع من رجل نعم يسجد لكن سماعا مباشرا وليس بواسطة جهاز إذا سمعت من الجهاز عندك موبايل يقرأ وتسمع وردت السجدة لا يجب عليك كذلك إذا سمعها الرجل من المرأة أو المرأة من الرجل لا تسجد يسمع الرجل من الرجل يسجد والمرأة من المرأة تسجد أما رجل من مرأة والعكس لا لست ملزما بالسجود طيب